في ملف الأزمة السودانية تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة يسوان جهود تقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من دولة السودان عبر المعابر البرية في أرقين وقسطل ومستشفى أبو سنبل الدولي بجانب الموقف الدولي بيكاركار هذا وتواصل توافد المصريين والسودانيين ورعاية الدول عبر معبري أرقين وقسطل الحدوديين ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مرسلة تلفزيون مصرية زميل محمود جميل بعد تحية محمود صف لنا جهود الأجهزة المعنية بمحافظة يسوان لاستقبال الوافدين القادمين من دولة السودان نعم بعد التحية هذه الجهود مستمرة وتتواصل على مدار الساعة وتم التأكيد على مواصلة هذه الجهود اليوم من خلال البيان الصادر من محافظة أسوان صباح اليوم هذا البيان الذي أكد على عدة نقاط النقطة الأولى تواصل كل الجهات المعنية بتقديم كل الخدمات اللوجستية والجذائية والطبية للقادمين عبر معبري قسطل وأرقين وأيضا في موقف كاركر الدولي أما الجديد في هذه الخدمات هي تكليف محافظة أسوان لمدرية التموين هنا في المحافظة بالتنصيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة وهي إحدى شركات وزارة التموين بعمل قوافل تموينية غذائية في المناطق التي يكثر بها تواجد الوافدين السودانيين وإمداد هذه القوافل بالسلع الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة لتلبي احتياجاتهم خاصة في حي الصداقة الجديدة والقديمة وأيضا في مركز دراو وإدفو بمحافظة أسوان النقطة الأخرى هي مواصلة الجهود التي تتم من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات فيما يتعلق بالمطبخ الدائم في موقف كاركر الدولي بتقديم الوجبات الجافة والساخنة وأيضا الاستمرار في تقديم خدمات الدعم النفسي في معبري قسطل وأرقين وأيضا استمرار أعمدة الإنارة في الطرق المؤدية إلى قرى وادي كاركر خاصة قرية 3 و4 و5 وأيضا وجود قافلة طبية بمستشفى دراو المركزي هذه القافلة تقوم أو قامت بالفعل بالتوقيع بالكشف الطبي المجاني على 3000 حالة طبية بوجود مختلف التخصصات الطبية المختلفة فبالتالي هذه الخدمات موجودة وتتجدد كل يوم بإضافة العديد من الخدمات التي تسهل على تواجد الوافدين السودانيين النقطة التي نتواجد بها تحديدا من أبو سنبل النهري من خلف عدد كبير من الحافلات هذه الحافلات تنتظر منها من ينتظر الرجوع إلى معبر قسطل أو الذهاب إلى مدينة أسوان والصورة اليوم توضح أن هناك عدد كبير متزايد في توافد القادمين عبر معبر قسطل تحديدا من خلال هذه الحافلات التي تواجدت اليوم بعدد كبير من الوافدين السودانيين للتنقل إلى المحافظات المختلفة أشكرك شكرا جزيلا مرسل تلفزيون مصرية زميل محمود جميل كنت معنا من أسوان حيث استقبال الوافدين القادمين من دولة السودان شكرا جزيلا لك